اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح هرمون الحليب هرمون الحليب هو احد الهرمونات التي تفرزها الغدة النخامية الموجودة في الدماغ ويوجد هرمون الحليب في الدم بشكل طبيعي عند كلا الجنسين وضمن مستويات معينة تتراوح بين 3 الى 30 نانو جرام ملي لتر من الدم وتزداد هذه النسبة بشكل طبيعي عند النساء اثناء فترة الحمل وبعد الولادة المستويات الطبيعية لهرمون الحليب الذكور من 2 الى 18 نانو جرام ملي لتر الاناث من 2 الى 29 نانو جرام ملي لتر الاناث خلال فترة الحمل من 10 الى 209 نانو جرام ملي لتر اسباب ارتفاع هرمون الحليب تناول انواع معينة من الادوية كادوية الصرع والكآبة والغثيان وادوية ارتفاع الضغط اصابة الغدة النخامية بالاورام الحميدة التي تؤدي الى تضخمها والاصابة ببعض الامراض مثل امراض الكلا وتليف الكبد تكيوس المبايد الرضاعة الطبيعية النشاط الجنسي الاجهاض والضغط والتوتر النفسي والطراب في النوم الاكثار من شرب الاعشاب التي تحفز اضرار الحليب كالحلبة والينسون ارتداء الملابس الضيقة التي تضغط على الحلمتين علاقة الحليب في الثدي بالحمل يعتبر نسيج الثدي عند النساء هو الهدف السائد لهرمون الحليب حيث يؤدي الهرمون الى تحفيز الثديين على انتاج الحليب بعد الولادة كما انه يقمع الهرمونات المسؤولة عن العمل الطبيعي للمبايد وبالتالي يسبب مشاكل في الخصوبة والتبويض واضطرابات في الدورة الشهرية ويمنع الحمل اعراض ارتفاع هرمون الحليب زيادة حجم الثدي وافراز الحليب منه تأخر الحمل والعقم المؤقت في بعض الحالات جفاف القناة التناسلية وتشقق الجلد الخارجي عدم انتظام الدورة الشهرية وضعف الرغبة الجنسية ألم وتحسس وحكة في الثدي الإصابة بمرض تخلخ للعظام صداع وصعوبة في الرؤية آلام في العظام والمفاصل علاج ارتفاع هرمون الحليب يتم تشخيص ارتفاع هرمون الحليب في الدم من خلال إجراء فحوص مخبرية لعينة من الدم وفحص مستوى الهرمون وينصح عادة بقياس مستوى الهرمون بعد ساعتين من الاستيقاظ من النوم للحصول على نتائج دقيقة ومعرفة سبب الارتفاع وبالتالي تقديم العلاج المناسب ويتمثل العلاج بالوسائل التالية الأدوية والعقاقير التي تقلل إفراز هرمون الحليب بشكل مفرط معالجة الأورام الحميدة من خلال الأدوية أو التدخل الجراحي تجنب التوتر أو القلق اتباع نظام غذائي صحي وتقليل تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتينات والنشويات فهي تحفز إفراز هرمون الحليب كاللحوم والأرز والسبدالها بالأسماك والمأكولات البحرية انتهى الفيديو نرجو أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات ترجمة نانسي قنقر